فليكن Z1 و Z2 عددين مركبين غير متساويين وليكن Z يساوي 1 ناقص T ضرب Z1 زائد T ضرب Z2 وذلك لعدد حقيقي T حيث T أكبر من صفر وأقل من واحد وإذا كان argument W يمثل الزاوية الأساسية لعدد مركب غير صفري مثل W فأي من الخيارات التالية صحيح؟ تذكروا أن زاوية العدد المركب هي الزاوية التي تقع بين المتجه القياسي الذي يمثل العدد المركب على المستوى المركب وبين المحور الحقيقي دعوني أريكم زاوية العدد المركب على المستوى المركب أو كما يسمى أحيانا مستوى أرغاند يتكون المستوى من محور تخيلي ونرمز له ب-IM ومحور حقيقي ونرمز له ب-RE إذا كان هذا هو العدد المركب Z على سبيل المثال فإن زاوية هذا العدد المركب هي هذه الزاوية هنا ويرمز لها عادة ب-Phi إذن Phi يساوي زاوية العدد المركب أو ARG الآن انظروا إلى الخيارات المتاحة وحددوا أي منها صحيح ابدأوا بالخيار الأول وجدوا مقدار Z ناقل Z1 أو القيمة المطلقة له مقدار Z ناقل Z1 يساوي Z والذي تمثله هذه المعادلة المعطاة في السؤال عوضوا المعادلة ووزعوا Z1 على ما داخل القوسين تحصلون على Z1 ناقص TZ1 زاء TZ2 ناقص Z1 اختصروا Z1 مع Z1 ثم أخرجوا T عاملا مشتركا ويساوي مقدار T ضرب Z2 ناقص Z1 وهذا هو مقدار Z ناقص Z1 والآن حاولوا إيجاد مقدار Z ناقص Z2 مقدار Z ناقص Z2 يساوي المعادلة المعطاة في السؤال 1 ناقص T ضرب Z1 زاء TZ2 ناقص Z2 اخرجوا Z2 عاملا مشتركا من هذين الحدين هنا ويساوي مقدار 1 ناقص T ضرب Z1 وهو الحد الأول زاء T ناقص T ضرب Z2 اجمعوا هذين المقدارين معا كما في الخيار الأول مقدار T ضرب Z2 ناقص Z1 زاء مقدار 1 ناقص T ضرب Z1 واضربوا الحد الثاني في سالب 1 يصبح 1 ناقص T ضرب Z2 اخرجوا 1 ناقص T عاملا مشتركا تحصلون على 1 ناقص T ضرب Z1 ناقص Z2 والآن اجمعوا المقدارين معا إن T هو كمية قياسية وقيمه محصورة بين الصفر وواحد كما أخبركم السؤال هذا يعني أن T موجب وكذلك هذا التعبير أيضا لأن T أقل من واحد وأكبر من صفر فناتج الطرح سيكون موجب دائما وبما أن المقدارين مضروبين بكمية قياسية موجبة وعليه يمكنكم كتابة الحد الأول على أنه القيمة المطلقة لT ضرب القيمة المطلقة لZ2 ناقص Z1 زائد القيمة المطلقة لواحد ناقص T ضرب القيمة المطلقة لZ1 ناقص Z2 إن القيمة المطلقة لZ1 ناقص Z2 تساوي القيمة المطلقة لZ2 ناقص Z1 فZ1 وZ2 عبارة عن متجهين لهما نفس المقدار لكن باتجاهين مختلفين أو بمعنى آخر هما عددان مركبان أحدهما هو سالب العدد الآخر لكن القيمة المطلقة لهما أو مقدارهما هو ذاته لذلك عوضوا القيمة المطلقة لZ2 ناقص Z1 بما أن T موجب فإن القيمة المطلقة له تساوي T و1 ناقص T موجب أي القيمة المطلقة له تساوي 1 ناقص T أخرجوا Z2 ناقص Z1 عاملا مشتركا ليصبح التعبير T زائد 1 ناقص T ضرب القيمة المطلقة لZ2 ناقص Z1 اختصروا T مع T ويبقى لديكم القيمة المطلقة لZ2 ناقص Z1 إذن الخيار الأول صحيح إلى هنا ينتهي الحل وفي الفيديو القادم سنتحقق من صحة الخيارات الأخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر